إذن على وقع التطبيع السوري التركي فتحت الخطوط مجدداً بين دمشق والأكراد كل طرفين يريدوا جسة نبض الآخر بعد رياح التطبيع وبالفعل هنا زار وفد كردي دمشق قبل أيام الجولات التفاوضية السابقة بين دمشق والأكراد كانت بغطاء روسي إذ عقدت الاجتماعات ثم جمدت لكن النظام يريد حالياً معرفة مزاج حلفاء واشنطن أما الأكراد فيريدون معرفة حدود التطبيع مع أنقرة وتهدف الاجتماعات لبحث العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بعد الانسحاب الأمريكي الذي أقره ترمب نهاية 2019 وتضمنت انتشار القوات السورية شرق الفرد ويبدو الأكراد اليوم أكثر استعداداً لبحث العودة إلى هذا الاتفاق على أمل إبعاد شبح التوغل التركي بينما تبدو دمشق من جهة أخرى أكثر استعداداً للتعامل مع الأكراد من موقع ضعفهم أما الجانب الأمريكي فيحاول في سعيه الدبلوماسي الإجابة على مسائل عدة مثل تجنب التوغل التركي شرق الفرات وتلبية المطالب التركية ومنع تقهقر جهود محاربة الإرهاب التي تقوم بها قسد شركة التحالف الدولية وفي خضم كل هذا تبدو إيران منزعجة من الوساطة الروسية بين دمشق وأنقرة لأسباب كثيرة فالوساطة تمت من وراء ظهرها بل إن وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان اشتكى في دمشق أنه سمع باللقاءات السورية التركية من الإعلام كما تعتقد إيران أن أي تقدم في هذه العلاقة سيكون على حساب الدور الإيراني العسكري وغير العسكري في سوريا وبالنسبة لدمشق التي تريد أن تلعب بأوراق المنافسة بين حليفتيها موسكو وطهران فهي منزعجة من استمرار إرسال شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي وتعرضه لقصف إسرائيلي متكرر بالإضافة إلى انزعاجها من تأخر وصول ثلاث سفن للنفط من إيران ومن مسودات اتفاقات تتضمن تنازلات سيادية في أمور اقتصادية وتحقص معاملة الإيرانيين في سوريا مثل السوريين